اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تنشي في الشارع تقعد على القهوة الدنيا كورة والناس كلها الحقيقة بتحب الكورة تشجع زي ما انت عايز انت براحتك بس الحقيقة يمكن الاحساس العربي ان احنا كمان نتمنى للفرق العربية انها تقدر تعمل نتائج الحقيقة تسعدنا وتقدم الكورة العربية كمان بشكل كبير النهاردة ضفتي احنا اتنين كباتن يعني كابتن نجوة مصطفى ناقدة وصحفية متخصصة في كرة القدم وانا حسمي نفسي كابتن شافكي يعني ايه رائعك؟ انا بتشرب بيك يا كابتن شافكي النهاردة الحقيقة حندي اجازة بقى للسادة الرجال هو ليه دايما للسادة الرجال هم المسيطرين حتى على البرامج الرياضية يعني قليل قوي للبناتين؟ بالعكس الفترة الاخيرة بدأت تضغير ظهر جيل كبير من الصحفيات الرياضيات المتخصصين الفاهمين كورة وبدأوا ياخدوا مساحة كبيرة ما كانتش يمكن موجودة في السنين لقبل كده لان معروف ان كورة القدم لعبة زكورية او رجالية في الاول وفي الاخر ولكن شغف البنات بالكورة بدأ يزيد والناس بدأت تهتم واتتابع دوريات محلية الفيفا دايما يقول لما فيش كرة نسائية في الملاعب بيبقى في عقوبات صحيح فإذا هي بيدعو المرأة انها تبقى موجودة طول الوقت الفيفا بيهتم بكورة القدم النسائية بطولاتها بينظم لها بطولات لا تقل أهمية عن بطولات الرجال كاس عالم وبعدين فكرة ان السيدات قادرون احنا موجودين تعالي نبدأ نلعب احنا بدأنا نقدر نقول من كم يوم او في الاسبوع الاول صحيح هي الدور الاول خلاص الدور الاول خلاص مش الدور الاول المتشاط الاولى من الدور الاول عندنا مفاجآت اول مفاجأة كانت المفاجأة السعودية صحيح ارجنتينو السعودية عندنا مفاجأة بتاعت اسبانيا كوستريكا مش مفاجأة قوي هي يمكن عشان النتيجة كانت السكور كان كبير ولكن كان متوقع فوز اسبانيا على كوستريكا منتخب كوستريكا مش بالندل قوي لمنتخب اسبانيا أنا بس ممكن تلاتة بس ما يوصلش للرقم اللي بقى مجدت سبعة جميعا فعلا فعلا يمكن صحيح ألمانيا برضو ما كانش متوقع لا ألمانيا الناس طول الوقت كانوا مستغربين فوز منتخب اليابان على منتخب ألمانيا ولكن منتخب اليابان منتخب قوي جدا لأن معظم اللاعبي بيلعبوا فعلا في الدوريات الأوروبية يعني شفنا تصريح الجزين مورينيو كان طبعا المدرب البرتغالي الكبير كان بيقول أن فوز منتخب اليابان مش مفاجأة لأن العناصر كلها بتلعب في دوريات الأوروبية واخدع عقليتها مختلفة عن اللعبة في أسيا كمان قال نقطة مهمة جدا قال أن منتخب ألمانيا بدأ المطش بكل الغرور وغرور الكورة دايما معروف أنه هو للأسف بيؤدي النتائج سلبية هو سمها الغرور الأوروبي أن معظم فرق أوروبا دلوقتي أو منتخبات أوروبا بتدخل مطشطها بحالة من الغرور اللي هو أنا الأوروبي القادم أنا ملك الكورة صحيح صحيح ولكن نظريا لا كان متوقع تعادل أو فرق هزيمة يعني فرق جول على الأكثر يعني ولكن فكرة الريمونتا دا والعودة تقريبا في ربع ساعة بس من خسارة واحد سفر لاثنين واحد هي دي اللي كانت بعض المفاجأة شديدة هل دي ممكن تهزة ألمانيا؟ تهزها يعني أو تغير التكنيك؟ لا منتخب ألمانيا سبق وقبل كده خسر في الدور الأول وكسب كاس العالم صحيح ويمكن المطش الأول مش مؤشر لأنه هو يقدر يرجع في المطشاط اللي بعد كده ويصعد للأدوار الإقصائي فالمطش الأول مش من خياس لأي حاجة يمكن كان المنتخب ألمانيا في 2018 كسر علامة في 2018 في روسيا هو خرج بالفعل من الدور الأول صحيح ولذلك كل المفاجأات وردة طيب نروح للسعودية يعني حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي كل عنوين الصحف الرياضية تتحدث عندها واستعمله حتى بعض المصطلحات اللي حتى ما تمسيش مع الكورة يعني اللي هو إزاي ده حصل وإزاي ده كده ميسي وصوره والأزمة واللي موجودة عنه فهل كان متوقع أن السعودية تحقق النتيجة دي؟ لم يكن متوقع لإطلاق ويمكن شركات المراهنات حول العالم خسرت 160 مليار دولار 160 مليار دولار نتيجة أن محدش كان متوقع أن ممكن منتخب الأرجنتين يخسر مش هتعملها تاني يخسر إدوا درس أنه يعني العرب قادمون لا خلينا نتكلم أن المنتخب السعودي اللاعبي ورينار مدربه هم فعلا إدوا درس أن كرة القدم لا تعطي إلا لمن يستحقها هو بالفعل لعب شوت أول تكتيكي جدا اللعب على مسياط التسلل شوت تاني كان رائعا التكنيك مختلف تماما وتكتيك جديد أو غير اللعب بيه شوت الأول وهو لعب في شوت الأول على مسياط التسلل ثلاث أهداف بتتلغي المنتخب الأرجنتين الرجولة فيه صور هي موجودة على الهوى من الماتش من الماتش الحقيقة حتى صوره يعني ملأة كل الصحافة الرياضية لأنه هو من المفاجآت يعني هتفضل هذه المباراة مباراة تاريخية مفاجأة وأداء قوي لمنتخب الأرجنتين في شوت الأول ثلاث أهداف ملغية ضرب الجزاء بيسجل منها طبعا ميسي الإقاع في الشوت الأول كان سريع وسيطارة لمنتخب الأرجنتين فجأة بيحصل في الشوت الثاني ريمونتادة نتيجة أن اللعبة بيكلموا أنه هما بين الشوتين المدرب دا لهم جرعة حماس هي اللي قادتهم للفوز والانتصار هيرني رينار مدرب السعودية قال هيرفي رينار قال قبل بداية البطولة أن منتخب السعودية سيصعد للأدوار الإقصائية الجميع استنكر صحيح حتى بصي الصور يا نجوة الصور كلها فيها تكنيك هو مدرب عبقري الصور فيها تكنيك في لعبة على الكرة في لعبة على المواقع المختلفة في تكنيك يعني أنت هنا لما تشوفي تقولي دا فريق بيلعب مش فريق بالحظ والفكرة أنهما لم يكتفوا بالتعادل يعني يمكن اللي حصل مع تونس والمغرب أنهما كتفوا بالتعادل يمكن كانت تونس هي الأقرب للفوز على الدينمارك يمكن أنا وقتها كتبت وقلت أن تعادل بطعم الخسارة المنتخب تونس لأنه كان قادر على الفوز بالماتش دي لأنه منتخب الدينماركي مش من المنتخب القوي ولكن اللعيبة هقولي حريقة لقطة مهمة كان في الدقيقة تقريباً 85 كان فيه تبديل اللعيبة منتخب تونس بتسلم على وعده وهي بتضحك راضيين عن التعادل لعبي منتخب السعودية لم يكونوا راضيين بالتعادل وكانوا يلعبوا على الفوز هنا العقلية المختلفة وهي كمان الروح الرياضية اللي نزل بها الفريق السعودي وأنه كان دايماً بيتقلوهم إحنا عايزينكوا تلعبوا كرة حلوة إنسوا النتيجة إنسوا كاس العالم إحنا عايزين أداء مشرف فالروح وإنه هو نزل يلعب بجد هو مش قلقان من نتيجة دي اللي خلت النتيجة تمقوين المهم جداً هو وجود الجماهير بكسافة يمكن إحنا بنقول إن للأسف منتخب مصر غيابه عن النسخة دي شيء يعني مش جيد لإن كان عنده حظوظ بوجود الجاليات أو الجاليات المصرية في قطر أو المصريين اللي كانت تقدر تسافر كان هيكون بكسافة جديدة جداً أكتر من محصل في روسيا مثلاً في النسخة اللي فاتت فكان وجود الجمهور هو عامل قوي يعني إحنا دايماً بنقول إن الجمهور لعب رقم 12 هل الجمهور هنا فرق؟ يعني أنا هحط لك ثلاث مباريات مغرب، تونس، السعودية تأثنين تعادل تونس والمغرب والفوز للسعودية هل هنا الجمهور والتقس فرق؟ أكيد وجود الجمهور عامل مؤثر لأي فريق سواء منتخب أو نادي يمكن شفنا إن جمهور تونس تحديداً كان يعني في اللقطة اللي أنا بقول الحراكة عليها إن اللعيب راضي بالتعادل الجمهور كان بيبكي لأنه شايفين إن الفوز كان قبق أو سينة أو أدنى والدنمارك فرقة مش سهلة كمان أو تونس عملت مباراة كويسة جداً صحيح كويسة وكانوا مسكين كرة وكانوا يقدر يفوزوا طيب الكرة السعودية والمنتخب السعودي هل تتصوري في ناس بتقول إنه ممكن يوصل لحاجات أعلى من كده بكتير؟ وارد إنه يعني على الأقل ممكن يوصل لدور 16 ممكن يكمل لدور 16 صحيح وطبعاً الأدوار الإقصائية خروج المغلوب دي يعني بجد ملهاش كبير احنا شفنا البرازيل بتخرج بفضيحة قبل كده من ألمانيا فهنا بيكون في الأدوار الإقصائية ملهاش كبير كرة القدم طاعة لمن يستحقها أكيد طيب أنا عايزة أخد الأرقام معاك يعني عايزة لما أقول الأرقام الكبيرة لما أقول 7-0 أسبانيا كوستاريكا لما أقول إنجلترا وإيران 6-2 مصرين كانوا مبسطين من نتيجة علشان كيروش واليابان طبعاً 2 يعني فيه هنا برضو عندنا أرقام خيانا نتكلم في رقم 7 ورقم 6 أرقام برضو كبيرة على كاس العالم في الأيام الأولى والمجموعة حصلت قبل كده كتير ويمكن شفنا 8-2 وشفنا 10-0 كانت أكبر نتيجة حصلت قبل كده ولكن هي بتكون مين الفرقتين اللي بيلعبوا قصاد بعض وشكل وطريقة اللعب هل هي بتسمح بإحراز مزيد من الأهداف ولا لا أحياناً بنقول بلغة الكورة الكورة حب الفريق فالشبكة متسمة فالشبكة مستنياة صحيح طب هل مثلاً وإنا قلت أسبانيا كده تاخد طاقة ولا لأنه الفريق اللي قدامها ضعيف وممكن أسبانيا ترجع للأرقام بتاعت 2 و 3 بالضبط لا 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 خالص دايما قلت الحاليك إن المطش الأول مش مؤشر سواء الفوز بنتيجة كبيرة وارد جداً إن هي تخرج من الدور الأول تمام مش مؤشر لهزيمة أو عدم استمرار أو صعود كيروش حكم على مصر إنها ما تدخلش وهزم إيران بنتيجة موزلة بنتيجة موزلة فأنتي شايفة إيه مع كيروش؟ كيروش كان عليه علامات استفهام كتيرة وكان فيه رفض جماهيري لطريقة لعبه وهو تقريباً اللي خرجنا من التسخيات اللي يجي على المصريين ما بيكسبش يا أصدر زفكي ما بيكسبش قبل اللي يجي على المصريين طب تعالين نروح لنتائج النهاردة النهاردة عندنا السويسرا والكاميرون واحد سفر لبرتغال وغانا هنا منكلم على هنا كان مطش مميز جداً رونالدو كمان والناس بقى بعد ميسي عايزين نشوفه رونالدو وحيعمل إيه؟ ويمكن كان فيه لقطة لزميلنا أحمد جمعة لأن حريك أنت عاملة لقطة جاي باحتفال رونالدو بصورة الخلفية الميسي صحيح يمكن الصناع الأعظم حالياً على الساحة العالمية أو القروية المطش كان مسير جداً تلاتة وقت تلاتة اتنين تلاتة اتنين صح ولد دقايق الأخيرة كانت من الأمور اللطيفة أن لعب غانا أوكاري في الجونة الثانية اللي سجله احتفل بطريقة رونالدو أيوة ويمكن برضو النهاردة على ذكر مطش الكاميرون كان فيه لحظة أو لقطة مؤثرة جداً أن لعب منتخب سويسرا هو أصلاً كاميروني مجنس أيوة صح ولما احتفل رفض الاحتفال قصود كرة القادر أيوة بالضبط قصود كرة القادر أكيد يعني البرازيل محققة كمان أهي 2-0 على سربريا وكتالي ناس متوقع علي أن سربريا فريق قوي منتخب البرازيل لا منتخب البرازيل دلوقتي السكواد بتاعه عالي جداً وكبير جداً وهو من المرشحين للفوس باللقب هو منتخب فرنسا يمكن تحديداً لا متوقع أن البرازيل يعني تبعد أبعد بكتير من الدور الأول يعني طب ترتبيلي الفرق يعني قوليلي بقى دلوقتي بعد المباريات اللي احنا شفناها بكرة كمان فيه مباريات مهمة ولكن بعد المباريات اللي احنا شفناها رتبيلي الفرق من أحسن فريق من أحسن مدرب من أحسن جمهور يعني رتبيلي سؤالي أحسن مدرب طبعاً هو هيرف رينار عمل مطش تيكتيكي بالمقام الأول عرف إمكانيات لعبته واشتغل عليها هو يستحق مدرب الجولة زي ما بنقول يمكن اللعيبة اللعيبة كتير عملت مطشات مهمة يعني مثلاً هنلاقي جيرو في منتخب فرنسا سجل هدفين وجيرو ده احنا بنتكلم عنه دايماً أنه هو لعب مودي بمود بس عمل عمل مطش عظيم والجول بتاع اليابان ده الجول بتاع اليابان تكنيكي علي قوية ويمكن كان حرس مرمى السعودية العويس كان متقلق جداً يعني تقريباً كان هو فعلاً نص الفريق في مقش الأرجنتين صحيح وبأداء وبسالة رهيبة يعني يشكر عليها طيب مين الفرق اللي انت خايف عليها من البداية يعني شايفة كده إنه وما رحين في سكة مش مفهومة هو طبعاً الخوف على الفرق العربية والأفريقية يعني النتائج كانت جيدة على البعض ويمكن منتخب السنغال ولو ان احنا مش بنحبهم قوي دلوقتي ايوة بالزبط منتخب السنغال قدام هولندا عمل مطش مهم جداً وكان فعلاً جيم حلو ولكن كان يعني منتخب هولندا منتخب محترم قوي محترم وفعلاً مديرهم الفاني قدر برضو يدير اللقاء بحرافية شديدة أو يعني بفنيات عالية هي اللي حكمت الأمور لكفته اللي يتخاف عليهم منتخب ما احنا كده بوسي احنا منتكلم على هزيمة كاميرون والسنغال 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 وقطر وغانا وقطر وبعدين عندنا اتنين تعادل المغرب وتونس وارجوي وكوريا الجنوبية منتخب ارجوي النهاردة يمكن مثلاً خلينا نقول ان فالفاردي لعب منتخب ارجوي بالرغم من التعادل ولكنه كان هو رجل المباراة النهاردة فالفاردي تحديداً انا اتوقع عليه في الأدوار اللي الجاية هيكون عامل مؤثر جداً لو تم تحريره من اللعب كلاعب خط وسط وتقدم قدام كمهاجم زي ما بيحصل معه في ريال مدريد واعتقد انه هو هيكون يعني خلينا نسميه يعني فارس مهم في منتخب ارجوي وممكن يبعد بيهم لبعيد هل الفرق الاوروبية حسب انها في اجواء جديدة عليها اجواء عربية جديدة هم حسين بكده ورفضين ده بالرغم من ان كل يعني كلنا عارفين ان لو سافرنا اوروبا بنلتزم بقوانانهم الصارمة هم رفضين يعني فاهمين ان دولة قطر دي دولة عربية ما تفردش قوانانها علينا في حين ان الفيفا نفسها ايدت القرارات اللي فردتها دولة قطر ومن حقها كدولة مصطديفة للبطولة هي يعني كلها يعني خلينا نقول قرارات مش مكحفة هي بتحافظ على هوية الدولة هوية الدولة وبتحافظ كمان على الصالح الرياضي خليني مثلا اقول انه كمان هم مش عايزة اقول ان الجو غريب عليهم لانه معظم مثلا الفرق بتاعة امريكا الجنوبية تقسي حار عندها صحيح فمش جديد عليها تقسي حار يمكن اوروبا بس شوية ممكن تم مختلف والحقيقة ان قطر اللي عاملة نجاح مبهر حتى الان في تنظيم البطولة الجميع بيشيد به فكرة ان هم عملوا يعني تكلفة التنظيم البطولة دخلنا في 200 مليار دولار وده رقم ضخم هو الاطخم في التاريخ علشان يخلي التكيفات تتعامل بتكنيك معين تكون مكيف علشان درجة الحرارة الجميع يعني ترضي الجميع سواء اللعبة او جمهور ولكن دي دولة طب مثلا في جنوب افريقيا لما تلعبت سنة 2010 جنوب افريقيا برضو منخة قاري في الصيف صيف شديد وفي الشتاء شتاء شديد صحيح فممكن الفرق ايه بغريب بس في بقى بعض التقوس الحلوة يعني انا مثلا في صور كتير تلاقي الناس لابسة الغطرة صح وهنا فرض الثقافة في بقى ايه الثقافة كمان العربية موجودة والثقافة الاسلامية موجودة هنا فرض الثقافة في ناس مستمتعة بالأدان يعني ناس شفت تقارير مثلا على بعض المحطات الاجنبية اقولك ده فيه أدان في الفجر يعني وشايفين ان دي حاجة روحانية لطيفة يعني اذا فيه فرض للثقافة زي ما انت قلت بالزبط وده اللي رهنت عليه قطر وده اللي نكحت فيه حتى الان فرض ثقافتها وهويتها على كل الجمهور او الوفود اللي جاية ليها من كل انحاء العالم والجميع انتسل اللي اعترض بعض فرق معينة وكان فيه تقريبا عشر منتخابات هما كانوا بيطلبوا قبل البداية والمفروض ان هما عارفين كل واحد عارفوا رايح بلد فيها ايه نظامها ايه وضعها يعني وضعها الثقافي وعداتها واللطيف انه هما بيحترموا بقوانينهم ومحدش يجرؤ انه يقسر وانت عارف القانون الالماني قد ايه صارم جدا تمام محدش بيقدر يعترض طبعا ولا الانجليزي يعني مثلا طيب خليني برضو اعرف منك كده مين اللعيبة بقى لغاية دلوقتي كانوا منورين في الملاعب يعني غير اللي احنا معتدين عليهم يمكن كان النهاردة خلينا نتكلم عن كريستيانو رونالدو دايما بنقول اولا هو اللاعب دلوقتي الوحيد في التاريخ اللي بيسجل في خمس نسخ مختلفة من كاس العالم رونالدو دايما بنقول انه هو حجر زاوية مهم جدا في منتخب البرتغال ولاعب مؤثر رونالدو دلوقتي مش بيلعب في أي فريق بعد فاسخ تعاقده مع منشستر يونايت بزداد ولكنه لاعب يحدث الفارق يمكن حرك وانا بتفرج على الماتش قبل مجل حضرتك رونالدو بعد ما تم تبديله هو وقف على اللاين برا هو مدرب بيوجه اللعبة يمكن كان فيه لقطة طريفة في الآخر لما حرس مرمى منتخب ببرتغال كان هيخطأ قطأ فكان منفعل بيقوله يعني طلع الكورة يعني كان المهاجم غانا جاي من وراء مش كده كان ممكن يتعادل في آخر ثواني في الماتش انت عارف انا دايما نقف عند العقود الخاصة بميسي ورونالدو يعني انا كنت فهمة انه لو ساب الفريق لازم يدفع الشرط الجزائي فعرفت انه فيه شرط الجزائي على الاثنين هي دي عقودهم يعني انا حمشي واخد الباب ورايا وقت لما اكون عايز واتديك فلوسك وامشي فدي برضو بتديهم قوة ونفوذ يعني لان هما يا أستاذ شافكي كريستيانو ورونالدو وميسي احنا زي ما قلت في أول كلامنا انه دول الاثنين اللعيب الأعظم حاليا طبعا في كرة القدم يمكن شوفنا مثلا كيليني امبابي لما جيه جدد عقده مع بريس سان جرمان جدد عقده برقم يصل لمليار صحيح رقم ضخم جدا بشرط جزائي يدحك باشتراطات سواء لعب المباريات عددها سواء شارط الكابتن كانوا بيكلموا فيها هو زي ما بيقوله هو الايد اللي فوق يعني هو الابرهاند هو اللي بيقرر صحيح وهو اللي بيقول اسمه وحاله لانه يعني احيانا بيتحرك الفريق على اسمه صحيح يعني فده حقيقي ويمكن كمان لو بنقول رونالدو يعني منشستر يونيتد وشه مش حلو عليه او يعني مع ان كان بدايته عظيمة مع منشستر يونيتد ولكن اللاعب بحكم كبر سنه واداءه في الملعب ما بقاش صحيح يعني مش هيقدي زي ما كان الأول وضغط مش مفتقدين محمد صلاح تحسي انه مش منحظ وعدم موجوده كاس العالم جدا يعني كلنا مفتقدين والحقيقة ويمكن الحظ السيء لساديو مانيه هو كمان طبعا مش موجود مش موجود مش موجود في السنغال صحيح وتحسي انه مباراة السنغال لو كان موجود كان وقود ساديو مانيه كان هيفرق جدا مع منتخب بس شوفي القدر ساديو مانيه كان قدام صلاح في مباراة في مصر مصر خرجت والسنغال راحت بس من غير ساديو مانيه لا هو القدر في قدر غريب لا القدر الغريب فعلا ان كيروش اللي كان بيدخب بيدرب منتخب مصر هو اللي صعد مع ايران او بيدرب ايران وخسر مع ايران لا مش مش دي قصة ان هو يعني هو خرج قدام استنغال واستنغال ساديو مانيه لم يذهب وكيروش هو اللي ذهب صح صخرية القدر صخرية القدر مفاجئات كرة القدر بتتفرجي فين بقى في البيت وجوزك بقى بيسمع بقى لتعليقاتك يا ما تيجي تقول ده كان مفروض ولا هو يقولك استني بس انت عارفة رجالة انا بس هقولك الحكاية ايه ولا بيشوف ملاحظاتك وبيستمعني لا لا انا وهو طول الوقت بنتناقش لان انا جوزي فناتك جدا بالكرة فبنفضل نتناقش طول الوقت ولو كان نزل ومفروض يقدم ومفروض يؤخر فعملك حساب وتقلي ارجوك يعني مقدر مقدر جدا ونحن مجانين كورز فتمام الحمد لله يعني مش مجرد انه يعني مراته بقى عادة فهو بقى لا لان عارف ان ده اصلا شغلي الشغل ده في البيت لا لا ده شغلي في الاول في الاخر وسانيا انا بحب الكرة من وانا صغيرة لان انا طلعت في بيت اصلا كروي ويمكن كان فيه اهلوية وفيه زملكوية يعني جوا مدرجات التالتة يمين والتالتة شمال ده انا اطلعت لقيته موجودة عندي في البيت ومن هنا جي حبي وشغفي بالكرة بالكرة اصلا طيب احنا مش موجودين في كاس العالم بس الكرة المصرية الصناعة هي اللي موجودة في كاس العالم رايك ايه في الحكاية لا طبعا مشروع مهم جدا وانا بشكر كل القائمين عليه فكرة ان كرة مكتوبة عليها صنعة في مصر هي دي الكرة اللي بتجري في الملاعب واللي هيلعب هيتلعب بيها مطش النهائي والفائز باللقب هو اللي هيلعب بيها تسويق مهم جدا يا مستاذ شافكي طول الوقت كنا بنتكلم ان كرة القدم صناعة مش بس في جوه الملعب لا خارج الملعب كمان ده اللي بيكسب الاندية بره المليارات الكتيرة اللي بيتم وجودها في ميزانياتهم احنا الحمد لله بدأنا نفكر صح بدأنا نفكر نستثمر ازاي في كرة القدم مش بس مجرد ان احنا يعني بنعتمد على المكافآت مكافآت الفوز بالبطوات الافريقية مثلا او كده لا فكرة وجود صناعة لكرة القدم هو ده كرة هي منورة وجميلة وحاجة رقية جدا وحلوة يعني اعتقد برضو يبقى عندنا برضو نفس يعني فيه ايد مصرية مشاركة يعني في كاس العالم صحيح وحتى تواجد الجمهور كتير مصري جمهور المصري الحقيقة موجود صحيح وانا كنت سعيدة بيه لانه كان بيقازر الحقيقة كل الجماهير العربية الموجودة شوفنا مع السعودية شوفنا مع تونس قوليلي بالنسبة لمباريات الغد توقعات كده شوية توقعات يمكن بكرة فيه مواجهة افريقية عربية قطر والسنغال هو يمكن المطش اللي الجميع هيتابعه السنغال بتلف علينا كده كلنا للأسف للأسف والاتنين خسرانين في الجولة الأولى وبالتالي يسعوا للفوز وان كنت أتوقع أن المطش ممكن يخلص تعادل أو فوز السنغال بفريق هدف مثلا بكتير تمام مباراة لإنجلترا وأمريكا منتخب الأمريكا يمكن هو المفاجأ الحسان الأسود منتخب أمريكا أعمار اللعيبة صغير اللعيبة كلها مميزة بيلعبوا بشكل مبهر في الملعب أنا بصراحة حبيبتهم جدا حما يا صعدو يعني شوفي رغم أنت عادك من أمريكا اللاتنية بفرق يعني أسودة ففرصة بقى أننا نشوف من أمريكا نفسها فريق يعني يظهر كده وكان ما تشوفهم مع ويلز في الجولة الأولى كان مطش حلوة قوي كان حلوة قوي وكانت الكورة رايحة جاية لآخر لحظة تتوقع دينا توقعات إنجلترا برضو عايزة تعلي صوتها في الملعب بكرة أعتقد أن النفوذ إنجلترا على إيران المطش اللي فات بنتيجة كبيرة هيدلهم دفعة مهمة جدا وكمان خلينا نقول أن الأعمار الصغيرة اللعيبة تحمل لا تحمل جانبين جانب إيجابي وجانب سيء الجانب الإيجابي أن اليقى البدنية والسيء عدم الخبرة عدم الخبرة وهنا خبرات منتخب إنجلترا هي اللي ممكن تحكم تترجح كافة ممكن نقول الخبرات وبرضو الفوز طبعا الفوز بنتيجة كبيرة بيدي ثقة الفوز بيدي ثقة مين كمان حيلعب بكرة بكرة في ويلز وهولندا تمام وإيران كمان بكرة بالضبط ويلز وهولندا ويلز مع إيران ويلز مع إيران أعتقد منتخب ويلز ويمكن كان مفاجئة منتخب ويلز كان جارس بيل عمل مطش كويس المطش اللي فات أعتقد جانب ويلز ممكن طبعا على شانكي روش هو اللي ممكن هو حظه بقى لا 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 حظه هيكون سايق إن شاء الله طيب آخر آخر حاجة إيه أكتر حاجة اللفتت انتباهك بقى عموما في كاس العالم هذه النسخة الجديدة العربية اللفت انتباهي التنظيم الجيد جدا اللي كان مش هنقول مفاجئة ولكن قدرة قطر على تنظيم حدث بالحجم ده هو يمكن كان التحدي الأكبر بالنسبة له فكرة كاس العالم وجود جمهور احنا بنتكلم في 2 مليون مشجع في دولة صغيرة وقدرتهم على إحداث التوازن والتوازن ده كانت حاجة مبهرة حتى الآن وطبعا وجود الجمهور العربي اللي بخفة دمه وحتى الجمهور الأوروبي والأمريكي اللاتيني بيطغي لمسة النهاردة مثلا في ماتش البرازيل كان عدد كبير جدا من الجمهور واقف قدام الأستاذ محتاج تسكرة لأن المدرجات كامعة العدد برازيل عاملة زي إيه بي هي دايما يعني هي دايما بتعمل زي ما بنقول عرض كبير والناس بتحب البرازيل بشكل عام صحيح يعني بتحب تشجعها بتحب الكورة البرازيلية حتى شوفي التقرير اللي احنا جبناه من شوية يقولك ايه اه انا مثلا بشجع طبعا فلع العربية بس عايز برازيل مثلا تخد انا نفسي يعني لو لم يكون الفائز أو في المربع ازدهب حد من الفرق الأفريقية أو العربية فأنا أتمنى جدا عموما هتشوف المفاجئات هتودينا فين كاس العالم لسه مكمل الارجنتين شايفة انها ممكن تسحى من القلم اللي جيها لو السهل وارد وان كان مشوار الارجنتين في كاس العالم السنين الاخيرة مكنش مباشر صحيح اكيد انا سعيدة بك جدا يعني نجوة بجد اسعد تينا وكملي وحقق الجوال في كاس العالم واحنا مكملين معاك هتبقى فرصة تانية ان احنا نروح ونيجي معاك ان شاء الله طول كاس العالم بشكرك شكرا جزيلا النجوة مصطفى ناقدة وصحفية متخصصة في كرة القدم كابت النجوة يعني بجد نورتيني وحكمل معاكم بعد شوية بعد شوية هنروح لفقرة انا شايفها لطيفة جدا ومهمة منذ ايام انتهى مهرجان القاهرة السينمائي دورته الاربعة واربعين كان فيه فرصة ان المهرجان قدم يعني في المسابقة كان فيه طبعا المسابقة الرسمية من عدد من الدول وكان فيه كمان مسابقة الافلام القصيرة في الافلام القصيرة كان فيه فيلم مميز خد بالجايزة وبطلة الفيلم الهام صفية دين ممثلة وهي ابنة اخت الفنانة الكبيرة الهام شهين هنتوقف معاها وايضا الممثل ماركو حجاز وحنعرف القصة حجار ماركو حجار وحنعرف القصة هي عاملة زي قصة يعني ممكن تبقى موجودة في اي بيت هل ممكن تفيد البيوت المصرية ولا ما تفتش البيوت المصرية ولا هي بالدق كده على البيوت المصرية علشان تقول لهم انتبهوا الفيلم اسمه صحبتي هيكون هو لقاءنا مع فريق العمل بعد فاصل قصير أرجوكم ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة